الكسادية البوريتو والتاكوس هي أكلات مكسيكية معروفة تقريبا يتشابه كلهم يعتمد على خبز التورتية وحشوة تقريبا هي متشابه فيها شوية اختلافات بالنوع الآخر اليوم أنا اخترت مقدم النسخة الصحية من الكسادية تابعوا معي دايما في قناتكم قناة عائلة جزائرية في ألمانيا ونبدأ بالمكونات اللي هي بسيطة وعددها قليل عنا فلفل حلو بصل دجاج او اسكالوف دو دند قطع كما هكا اي نوع جبن تحبوه انا نحب هذا تيل زيتا وبالطبع خبز التورتية رح نستعمل اليوم على نوعين نوع يصلح المرضى السكري وللريجيم ونوع يصلح المرضى لمالادي سيلياك اللي ما يحملوش مكونات القمح اللي عندهم حاسسية من القمح وبالنسبة للتوابل عنا بالطبع ملح فلفل اسود عنا الكورياندغ او الكوزبارة بابريكا عنا الفلفل احمر حار وهذا اختياري بصحرك وتعرفوا الاكلات المكسيكياجي حارة عنا كامون وثوم نحط تقريبا ملعقة زيت زيتون وحدها تكفي فقط راني هنا قطعت الفلفل الحلو انا نكثر منه لاني نحبه انتو ما ديروا كميات متوازنة الفلفل الحلو يكون تقريبا قد كمية الدجاج ولا حتى اكثر حبت البصل كيف كيف راني قطعتها بنفس السمك ونضيفها بعد ثلاثة الى ربع دقائق لانه يحترق بسرعة نحط الفلفل هو الاول ومبعد نزيد بعد ثلاثة او ربع دقائق نزيد البصل نحرك وهنا ملاحظة لازم تخلو الخضر شوية يعني متخلوهاش تدوب حتى يروح القوام تاحها خلوها شوية كروكونت شوية تقرمش راح تجي ابن ومن بعد بعد خمس دقائق حوالي خمس دقائق نضيف فبع الدجاج تقطعوهم اقل من هكا انا شريتهم يعني كانوا وجدين كانوا هكا كبار بصح انتو ما قطعوهم اقل نضيف الليزي بيس ملح ففل اسود البابريكا البابريكا ديروا كمية مليحة ثوم الكوزبارة والكمون وفي الاخير نضيف الفلفل الاحمر الحار كما قلت هو اختياري وانا مفضل نضيفو الفلفل يعني الاخضر حب تقطعوه رقيق ونضيفوه مع الاخير الوصفة هذي كما شفتو هي سهلة بنتها في فليزي بيس في التوابل تحا يعني لازم ديروا كمية مليحة التوابل وكما راكو تشوفوه هنا طابت نشفت تماما من الماء هذا النوع الاول اللي راح نستعملو ليصلح للرجيم مرضى السكري هو بالقمح الكامل وهذو كلا ينزع من بذر الكتان ساعات ما نلقاش الكلمة بالعربية تستعملو مقلات ولا يمبانينوز ولا كمانها داكتون كخابيا مقلات غير لاسيقات دهنوها بشوية فقط تعزيت هذك الزيت راح يمد قرمشة هيلة حتى ما الطعم يعني يجي ابن تقدروا تستغنو عليه حطوا كمية من الحشو وكمية قليلة كما راكو شفتو يعني ورقة تعا جبن كمية قليلة فقط والجبن يعني هو ما فيه حتى سكريات اصحاب السكري مرضى السكري قدروا استعملوه بكل ارياحية بصح ما تكفصروش لانو كما نعرفوه السمن وسمنا ماهيش مليحة مول السكري ولكن من جهة السكري هو مايطلعش اطلاقا تقدرو من الافضل تقراو اللي تيكيت اللي جي في الجبن اللي تشروه وهذا النوع الثاني اللي هو بالمايس هذا يصلح لمالادي سالياك يجي مخدم بالذورة هذك هي في الاصل خبز التورتيه يجي مخدم بالذورة المكسيكيين يخدموه بالذورة كيف كيف نخدم بنفس الطريقة من الاحسن تنقصو شوية في الدرجة الحرارة مش تمدو الأوكازيون للجبن انو يذوب ونضغط عليها مليح بما اني مستعملش كمية كبيرة تعجبن ما رايش رح تلصق مليح إلا حبيتوا تكثروا الجبن رح تلصق جي خير بالطبع وهنا هذي تعال الميس بعد ما طابت الميس بما انو حلو شوفو هي تحرق فاسي المو يعني لازم تعسوا عليها هي اللي عندها بانينوز يعني احسن حاجة حتى الجبني ضب مليح صح لي ما عندهاش هذي ما يمنعش انك طيبي وتستمتعي بالكسادية وهذي بعد ما طابت هذي من داخل جي بنينة وزيادة على بنتها اكلها صحية وارك وشفتوها معايا في الفيديو اللي فات تعمل سكري الحمل كنت كل ما ناكلها ونبعد نقيس دايما سكر تاعي نسبة سكر في الدم دايما مليحة أنا كنت نديرها باللحم المفروم اللي حبيتي تستعمليها باللحم المفروم ولكن بها تكون صحية اكثر والاحسن نستعملوا صدر الدجاج صدر الدجاج يعني فماشن صدر الدجاج يمد فيهم قيمة ملعقة قهوة زيت زيتون يعني تخيلوا يعني ما فيش دهون اطلاقا وهذه الثانية اللي بالقمح الكامل تقريبا هي وتع الضراء ما كان حتى فرق ولا حتى تع القمح ما كان حتى فرق ما بينتهم في الطعم سواء انه الترتية تع القمح الكامل تجي شوية في خياب يعني هشة واذا تشاهدوها يلا نوضو طيبوها المرضى وصحاح الناس كامل تقدر تاكل كسادية انها وجبة بنينة 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 وطيب يعني في خمس دقائق اسرع وجبة نطيبها كينو خرجوه ولا كيكون ما عنديش الوقت خمس دقائق وحنا كنا مكلينها ومستمتعين بيها واذا جربتوها وعجبتكم ما تساوش ديروا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد